أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد فهذا هو الدرس الثالث ضمن الدورة العلمية الأترجة وقد كنا في الدرس السابق بدأنا بدراسة الآيات الكريمة التي تضمنت خبر المؤمن من آل فرعون وما جرى بينه وبين فرعون وملئه من محاورة حول ما عزم عليه فرعون من قتل من قتل موسى وقد وقفنا عند قوله تعالى وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأبي قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ثم قال لا زال كلامه في موعظة قومه وتذكيرهم وتخويفهم من سوء العاقبة وذكر هنا تحذيرهم من يوم القيامة فقال إني أخاف عليكم يوم التناد وسمى الله عز وجل هذا اليوم يوم التناد لأن في ذلك اليوم يحصل التنادي فكل يحصل أنواع متعددة من التنادي مثل المناداة التي تكون بين أصحاب الأعراف ومثل المناداة التي تكون بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة وقال عز وجل ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ومثل نداء أهل الجنة بأسمائهم ونداء أهل النار بأسمائهم لأجل ذلك سمى الله عز وجل ذلك اليوم يوم التناد قال يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم في ذلك اليوم من شدته وهول المطلع يدبرون ويولون خائفين هاربين لكن إلى أين لا مفر ولذلك قال ما لكم من الله من عاصم يعصمكم ويقيكم من العذاب الذي يتوعدكم ولهذا قال ومن يضلل الله فما له من هاد كأن الضلال الذي كانوا فيه في الدنيا سيورثهم ضلالا في الآخرة فيهربون لكن إلى غير سبيل ولا إلى رشد ولهذا قال ومن يضلل الله فما له من هاد وهذا يشير إلى أن الله عز وجل إذا خذل العبد فلم يوفقه إلى الهداية لأن الهداية نوعان هداية دلالة وبيان وهداية توفيق وإعانة فأما هداية الدلالة والبيان فهي حصلت بأيدي رسل الله والكتب التي أنزلها الله تعالى على الناس وهذه لا تخص أحدا من الخلق بل هي شاملة للخلق جميعا فالله عز وجل قد هدى الخلق جميعا بمعنى بيّن لهم سبيل الرشد وبين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدي طريق الحق وطريق الضلالة وهذه للخلق جميعا وأما الهداية الأخرى وهي الهداية الخاصة بمعنى التوفيق والإعانة فالمقصود بها أن يوفق الإنسان لقبول الحق وأن يعانى على ذلك فأما من خذ لهم الله بأن لم يوفقهم إلى قبول الحق ولم يعينهم عليه فأولئك الذين ليس لهم هادي ومن يضلل الله فما له من هادي ثم قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فهو يشير إلى ما حصل منهم في زمن يوسف عليه السلام حيث حصل منهم الشك في نبوته والإعراض عنه حتى إذا هلك فما زلتم في شك مما جاءكم به مما جاءكم به من الحق والهدى والرشد حتى إذا هلك بمعنى مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا لأنهم أصلا في شك من هذا الرسول الذي بعثه الله وفي تردد فظنوا أن الرسالة قد انقطعت وليبعث الله من بعده رسولا ثم قال عز وجل كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء فإذا أجاوز الإنسان الحد القصد وحد الاعتدال يسمى ذلك إسرافاً فهم أسرفوا في شكهم وأسرفوا في تكذيبهم ولذلك قال مسرف مرتاب فجمعوا بين المجاوزة الحد وبين الإسراف وهذه صفة من صفات المكذبين المعرضين عن سبيل الله أنهم يجمعون بين صفة الإسراف الإسراف مجاوزة الحد في الظلم مجاوزة الحد في التكذيب مجاوزة الحد في العداوة وأيضاً أنهم أصحاب ارثياب وشك وإذا تأملت أصحاب الظلال وجدت أن هذه الصفة لا تبارحهم صفة مجاوزة الحد وصفة الارثياب ولهذا قال الله عز وجل في بيان أصحاب هاتين الصفتين الذين يجادلون في آيات الله بغير السلطان أتاهم يجادلون بالباطل وذليل مجازلتهم بالباطل أنهم قال بغير السلطان أتاهم يعني بغير حجة واضحة جاءتهم من الله ولذلك قال كبر مقتاً عند الله وذكرنا أن المقت هو أشد الغضب كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا يعني كبر مقتاً هذه الحال حال الإسراف وحال مجاوزة الحد وحال الارتياب وحال المجادلة في الله بغير السلطان فالله يمقت هذه الحالة ويبغضها وكذلك المؤمنون من عباده يبغضون من هذه صفته وتلك حاله ولهذا قال كذلك يطبع الله يعني مثل هذا الظلال الذي وقع فيه هؤلاء المتقدمون وإعراضهم عن الهدى مثل هذا الظلال يظل الله كل متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الطبع المقصود به الختم والمقصود بالختم الغلق وجاء مرة تفسيره بالطبع ومرة بالرام ومرة بالإغلاق والإغلاف كل هذه المعاني تشير إلى غلق القلب بحيث لا يقبل المعروف ولا ينكر المنكر كما أخبر الصادق المصدوق في الحديث الصحيح كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوا فما يقبل المعروف ولا يتلقاه لأنه إن غلق قلبه وتأملوا ما هي الصفة القلب التي يغلق عليه صفتها قال متكبر جبار فمن كان فيه هاتين الصفتين فإن قلبه يغلق عن الحق فلا يهتدي إليه ولا يقبله مهما كانت العظات مهما كانت العبر والآيات يغلق على قلبه وتأملوا حال الناس فإن الذين صدوا عن سبيل الله وأعرضوا عنه ولم يتبعوا الحق هذه صفتهم الصفة الأولى التكبر والتجبر لا يبارحون هاتين الصفتين بحال من الأحوال وفي الآية أيضا دلالة على أن على أن أهل الإيمان ومن صفاته المؤمنين كراهية الإسراف والارثياب في الحق كراهية التكبر كراهية التجبر هذه الصفات المذمومة ذكرها الله عز وجل وذكر أن أهل الإيمان يمقتون حيث قال كبر مقتا عند الله وعند الذين أمنوا فمن صفات أهل الإيمان أنهم يمقتون هذه الصفات وإذا كانوا يمقتونها فلا شك أنهم سيحذرون من الوقوع من الوقوع فيها أو التخلق بها ثم قال عز وجل بعد ذلك وقال فرعون يَهَا مَا نُبْنُلِي صَرْحًا يَهَا مَا نُبْنُلِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَعُ الآن فرعون بعد هذا الكلام القوي الواضح من ذلك المؤمن شعر بأن الموقف ليس في صالحه وأن دعوة ذلك المؤمن دعوة تتميز بصفات أولا الإشفاق والنصح والصدق وأيضا المنطق ما يتكلم به ذلك المؤمن في هذه الصفات في أنه ناصح وصادق وأيضا منطقي في كلامه لأنه يطلب منهم أن يستمعوا إلى هذا الحق وأن يروا ما فيه من الصواب وأن لا يعرضوا عنه مع ما فيه من النصح والشفقة فماذا فعل فرعون عندئذ احتال بحيله فأراد أن يصرف ملأه والناس من ورائهم عن دعوة موسى يصرفهم عنها إلى أمر آخر غاية في البعد وهي من الحيل التي يحتال بها أهل الضلال والفسد ماذا قال وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا الآن فرعون أراد أن يظهر للناس أنه طالب حق وأنه باحث عن الحقيقة وأنه هم مصلحة الناس ولذلك هو سيجتهد في التأكد من صدق دعوة موسى يقول أنت يا موسى تزعم أن هناك إلها غيري وتقول إنه في السماء عز وجل إذن سأبني أنا صرحا وهو البناء الشاهق العالي برج سأبنيه وأصعد إلى السماء وأنظر هل يوجد هذا الإله الذي تزعمه أم لا فإن وجدته أخبرتكم وتبعناك وإلا علمنا أنك كاذب بهذه العقلية الدالة على الخداع وعلى تسفيه الناس وتسفيه عقولهم يمارس هذا الطاغية هذا الأسر طبعا سيبني صرحا عظيما بدل أن يناقش ما جاء به موسى بدل أن يستمع بدل أن ينظر إلى البينات والأدلة التي جاء به لا سنبني صرحا صرح عظيم والقصد منه إشغال الناس سنبني هذا الصرح كم طول هذا الصرح كم عرضه كم حجمه كيف سيبنى كم ارتفاعه فيشغل الناس بهذا الأمر عن النظر في دعوة موسى فبدل أن يتأمنوا في هذه الدعوة وبدل أن يهتدوا لها ينتظروا حتى يصعد فيها فيتأكد وانظروا من الذي سيصعد فرعون وليس أحد سوا فهو الأمين الصادق الباحث عن الحقيقة فيشغل الناس بهذا الصرح كم طوله وكم عرضه ومن سينجزه وكيف يكون هندس وما هذا البناء الشامخ وهو نوع أيضا من استعراض القوة على الناس فيبني هذا الصرح ومع ذلك يقول فرعون أنا سأخسر هذه الخسائر وأتكلف هذا التكلف كله مع أني موقن أن موسى كاذب ولذلك قال وإني لأظنه كاذبة والظن في اللغة من الأضداد يأتي الظن بمعنى اليقين أصل الظن التردد بين أمرين وهو يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك فمن اليقين قوله عز جل فما ظنكم برب العالمين وهذه الآية دالة على اليقين يقول أنا متيقن أن موسى كاذب فيما يزعم لكنني من باب الأمانة والإنصاف والعدل والتحري سأصعد إلى السماء وأتأكد وإني لأظنه كاذبة وانظروا هذا التعقيب الذي جاءت به الآيات على هذا العمل الذي عمله فرعون قال الله عز وجل كذلك يضل الله قال عز وجل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل تأملوا قول عز وجل وكذلك زين لفرعون يعني مثل هذا الضلال الذي وقع فيه مثل هذا الانحراف مثله التزيين لفرعون سوء عمله فأصبح يرى عمله حسنا وأن نحن يعني خاصة فيما نتابعه من الأحداث التي تقع في العالم نرى أفعال يفعلها بعض الناس غاية كل القلوب كل العقول كل الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم يرون أن هذه غاية في القمح وغاية في الشناعة وغاية في الظلم ومع ذلك ترى أصحابها يزينون لأنفسهم فعلهم ويعتقد أنه حق وهذا معنى قول عز وجل وكذلك زين لفرعون سوء عمله فيرى عمله حسن مثل قول عز وجل فمن زين له سوء عمله فرآه حسن وهذه من أبعد صور الضلال لأن اللسان قد يقع في الدم ونفس التلوم ثم درجة أعلى من ذلك يقع في الدم وهو فرح به ثم يقع في الدم وليس فقط يفرح به يرى أنه الحق فيصل إلى درجة التنزين وهذا وهذا في الغالب أنه لا يهدأ ولا يوفق للتوبة الذي وصل إلى مرحلة التنزين أن زين له سوء عمله فرآه حسن قال عز وجل سوء عمله وصد عن السبيل ولا شك أنه إذا زين له سوء عمله فقد صد عن السبيل للحق وقال عز وجل بعد ذلك وما كيد وما كيد فرعون إلا إلا في تباب التباب الخسران والهلك يعني فعلاً فرعون يكيد ويمكر لكن كيده في خسار وفي هلاك عندما رأى هذا المؤمن هذا التلاعب من فرعون وهذا الاحتيال والمكر والكيد ارتقى درجة أعلى في النص وبعبارة أشد وأوضح قال الله عنه وقال الذي آمن يا قومي اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد إذن أنتم على أي سبيل هنا بهذا الصورة لستم على سبيل الرشاد يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخيرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب فيصبح كلامه أكثر وضوحاً في الآيات السابقة هو يدعوهم إلى التفكر دون أن يحكم على على أفعالهم وعلى ما هم عليه لكن هنا صرح بأنهم على ضلال وأنه يدعوهم إلى أي شيء إلى الرشاد وذلك في مواجهة كلام فرعون الذي تلاعب وخادع الناس ومكر بهم فقال إنما هذه الحياة الدنيا متاع أصل المتاع في اللغة ما ينتفع به مدة ممتدة من الزمن يسمى ذلك متاع كل ما ينتفع به مدة من الزمن ممتدة طالت تلك المدة أو قصرت يسمى متاع ولا يكون متاعا إلا إذا كان له مدة محددة وعليه فالدنيا كلها متاع لما؟ لأنها مهما كانت هي لها مدة تنتهي به ولأجلالك تسمى متاع من صفة المتاع أنه لا يبقى ومن صفة المتاع أنه زائل ولهذا قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع صح أنتم في مصر في جنات ونهر في أنواع من النعيم والقوة والسلطة لكنها متاع والمتاع سينتهي وفي مقابلها وإن الآخرة هي دار القرار واقتصر فقط على قضية أنها دار دار قرار اقتصر على هذا على هذا المعنى ولم يذكر معه صفة أخرى لأن هذا من أهم النعيم أو ما يطلبه الإنسان في النعيم أن يكون دار قرار دار يقر فيه الإنسان ويسكن فيه ويطمئن ولا يزول عنه ولا يبالحه ولذلك تجدون كثيرا ما توصف الجنة والنار بأنها دار الخلد خالدين فيها والخلد المكث الطويل يعني خلد بالمكان يعني مكث فيه فترات ومددا طويلة لأن أعظم كما تقدم أعظم ما ينغص على أهل النعيم إلى نعيمهم أن هذا النعيم سيزول ولذلك دائما يوصف الجنة بأن نعيمها باقي وأنها جنات عدل وأنهم خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حول ولذلك ذكر من النعيم أن الموت يؤتابه على هيئة كبش فينحر بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود خلود فلا موت وهذا أعظم النعيم على أصحاب النعيم وأعظم العذاب على أصحاب العذاب الآية في قوله من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها هذه تشير إلى مبدأ المسؤولية الفردية في الجزاء أن السيدة عمل سيئة فيجزى عليها هذه واحدة وهي تشير أيضا إلى أمر آخر وهو المساواة في مبدأ التكليف والجزاء بين الرجل والمرأة ولهذا قال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ففي مبدأ التكليف ومبدأ الجزاء على التكليف الذكر والأنثى في ذلك السوا وإنما يتفاوتون بفضل أعماله لكن الآية دالة على أن الرجل والمرأة يستويان في أصل التكليف ويستويان في الجزاء نعم هذا كلف بأمور قد يختصوا بها والمرأة كلفت بتكاليف تختص بها وقد يشتركان في شيء من التكاليف لكن المقصود هو مبدأ المساواة في أصل في أصل التكليف ثم أيضا يواصل كلامه لكن يزيد أيضا في النصح والإرشاد فماذا يقول لهم ويا قومي ما لأدعوكم إلى النجاح وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هذه أعلى يعني والآن أوضح لهم أنهم على ظلام وأنه يدعوهم هو إلى سبيل الرشاد وأن الذي هم عليه هو شرك وكفر بالله فأصبح الواء أمر عندهم عنده واضح لم يكن كما بدأ حديثه معه بل أوضح لهم ما هم فيه من الضلال وما هم فيه من من الانحراف فقال أدعوكم إلى النجاح وأنتم تدعونني إلى النار تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم من العزيز الذي عز وقهر العباد ومع ذلك فهو الغفار فجمع بين الترهيب والترهيب لا جرم يعني بمعنى لا شك لا جرم يعني لا شك ولا ريب أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة يعني ليس أهلا أن يدعى وأن يلتجأ إليه لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة لعجزه لأنه عاجز عن أن ينفع أو عن أن يضر وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار وتقدم معنى أن الإسراف مجاوزة الحد وإسرافهم هنا بتكذيبهم وإعراضهم عن الحق أولئك هم أصحاب النار يعني الملازمون الملازمون لها وبعد أن أقام الحجة عليهم ونصحهم وصدقهم في النصيحة والموعظة والذكرى على نحو يعني خاطر بنفسه من أجل ذلك قال لهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله قد نصحتكم غاية النصح وبينت لكم غاية البيان وستذكرون ما أقول لكم يعني الصدق ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله لأنه يعلم أنه قد نازع فرعون في دعوة كلها فوصفه بمقتضى كلامه وصفه بالضلال بالانحراف بالشرك وهذه لن يرضاها فرعون فلا يدري من الذي سيأتيه بعد ذلك ولذلك قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يعني أعتصم وألتج إلى الله عز وجل وأفوض أمري إليه فهو عز وجل البصير بالعباد العليم من بهم ولهذا قال الله عز وجل فوقاه الله سيئاتي ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله السيئاتي ما مكروا يعني السيئة من مكرهم فوقاه الله السيئة من مكرهم وحاق بمعنى حل ونزل حاق بفرعون بآل فرعون سوء العذاب يعني أشد العذاب ما هو هذا العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب نعم آل فرعون يعني فرعون ومن تبعه من الملاء يعني كل من تابعه على على ما هو عليه فهم منه ولذلك قال الله عز وجل قد لا يكون هؤلاء فعلوا ما فعل فرعون لكنهم وافقوه على فعله ولهذا ذم الله عز وجل أتبع قوم فرعون يقول عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فوصفهم الله بالفسق لما؟ لأنهم مالأوا الظالم على ظلمه وتابعوه على ظلمه ولم ينكروا عليهم ويزجروه ويردعوه أو على الأقل يتخلوا عنه بل مالأوه على الظلم وكثيرا يعني الطاغيه لماذا يطغى؟ لأن الناس هم الذين يطغونهم الحقيقة الناس هم الذين ضعف الناس وخوارهم وجبنهم هم الذين يجعل الطاغ يطغى ويجعله يتكبر ولذلك الله عز وجل ما عذرهم بل ذمهم على متابعتهم له فقال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفنا انتقمنا منهم فأغرقه الله عز وجل وأغرق معه قومه وأدخلهم النار كما ستوضح ذلك الآيات قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يُعرضون عليها غدوًا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قوله يُعرضون عليها غدوًا وعشية الغدو أول النهار والعشي آخر النهار فمعناه يُعرضون عليها في أول اليوم وفي آخر وفي آخر اليوم وهذه وهذا هذه الآية قد وقع بين أهل العلم خلاف في معنى العرض هنا فمنهم من قال إن هذا العرض هو في الآخرة منهم من قال إن هذا العرض في الآخرة وهو نوع العذاب الذي يُعذَّبون به وبعض أهل العلم قال إن العرض هذا في القبور في قبورهم يُعرضون على النار غدوًا وعشية وهذا من أشد التعذيب لهم أن يُعرض لهم ما قعدهم في النار يقول هذا إذا قامت القيامة هذا هو موضعك في النار وهذا ما قعدك فيها وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الآية هو ظاهر الآية لأنه لو كان فعلي العذاب لقال يُعذَّبون وما قال يُعرَضون لأن العرض غير العذاب وتشهد له النصوص الأخرى التي دلت على أن القبر إما روضه من رياض الجنة أو حفره من حفر النيران وبهذه الآية يستدل بعض السلف على عذاب القبر وأن في القبر حياة برزخية خاصة ليست كحياة أهل الدنيا لأن الله أثبت أنهم يعرضون عليها غدوًا وعشية ولذلك قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب أشد أنواع العذاب يدخل له آل فرعون وبهذا تنتهي قصة مؤمن آل فرعون وهي الحقيقة دالة على معاني كثيرة وفوائد جمّة وهي فيها ثناء عظيم على هذا المؤمن وتخليد لذكره ونختم بالإشارة إلى إلى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يذكر فضل أبي بكر الصديق وتقدمه ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرنا في أول كلامنا عن هذه السورة إلى موقف أبي بكر حينما قام مدافعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل بعد موت عمه أبي طالب يذكر علي بن أبي طالب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول ذاك مؤمن كان يكتم إيمانه وأثنى الله عليه هذا الثناء العظيم في هذه السورة قال فكيف بمؤمن لم يكتم إيمانه يعني به من؟ أبي بكر الصديق لأنه قام فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصره بنفسه وماله وأهله ولذلك لا يوجد أحد من الصحابة يبلغ منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإجمع أهل العلم حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى له هذا الفضل وتلك المنزلة بعد أن ذكر الله عز وجل خبر مؤمن آل فرعون وخبر فرعون وقومه انتقلت الآيات إلى اليوم الآخر يوم يعرضون على النار قد أخبر الله عز وجل أنهم يعرضون على النار فماذا مصيرهم إذا عرضوا ودخلوا النار قال عز وجل وإذ يتحاجون يقول عز وجل وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ظلام هذه الصورة تعطي شيئا من حال أولئك المكذبين من حال الملأ الكافر من حال الرؤساء المظلين الكبراء حالهم يوم القيامة مع أتباعهم والجدال الذي يحصل بينهم قال وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء المقصود بالضعفاء المستضعفي من الكفار الذين تابعوا رؤساءهم فعطلوا فكرهم وعطلوا نظرهم وأسلموا قيادهم لأولئك الكفار لأولئك الرؤساء إنا كنا لكم تبعا يعني في الدنيا نتابعكم وصدقنا كلامكم وموعودكم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار النصيب الجزء والحظ يعني قالوا ولو نصيب من النار أي نصيب ولذلك قال نصيبا من النار فجاء بصيغة النكر الدالة على التقليل يعني أي شيء من النار فقط في مقابل تلك الوعود في مقابل ذلك الضلال اللي فعلتمه ولو نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين الأبد يعني نحن وأنتم في هذه النار وقد حكم الله بين العباد حكم لأهل الجنة بالجنة ولأهل النار ولأهل نار بالنار لا نستطيع أن نتحمل عنكم حتى لو أردنا وهم قطعا لا يردون ذلك لأن الله قد حكم ما بين العباد فلما يأسوا من بعضهم وتبرأ بعضهم من بعض وأعظموا من ذلك ما جاء في في براءة إبليس من الخلق جميعا خطبة إبليس التي يخطبها في النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وهو صادق جاءتكم دعوة الله وجاءتكم دعوتي فتركتم دعوة الله واتبعتم دعوتي ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم وما أنتم بمصرخي وما أن يعني بمغيثية وناصري فلما يأس الكفار من بعضهم ومع شدة العذاب توجهوا إلى خزنة جهنم والمراد بخزنة الجهنم الملائكة القائمين على النار يحفظونها وقالوا لخزنة جهنم أدعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب قد يأسوا من الخروج لأنهم سألوا الخروج فلم يجابوا إليه فتمنوا أن يخفف عنهم فقط يوم من العذاب يرتاحون فيه هل قيل لهم نعم أم لا لم يأتي هذا الجواب لأنهم لا يستحقون أصلاً إجابة بل لفت نظرهم إلى سبب دخولهم للنار وهذا على ما تقدم ذكرناه قبل في أول الدرس أن ذلك من باب التبكيد سألتهم الملائكة قالوا أولاً لم تكن تأتيكم ورسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا استمروا في دعائكم استمروا في طلبكم وما دعاء الكافرين إلا في ظلال أنتم الذين تركتم الحق وأعرضتم عنه فهذا مصيركم وهذا جزاؤكم وما دعاء الكافرين يعني استغاثتهم وطلبهم وسؤالهم إلا في ظلال يعني ضائع ذاهب لا أثر له ولا فائدة ثم قال عز وجل بعد ذلك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار هذا التعقيب هذا التعقيب يأتي بعد ذكر مصير أهل النار وبعد دخوله من نار ليبين عز وجل أن ذلك هو نصر للمؤمنين فقال عز وجل إنا لننصر رسلنا وهذا الآية مليئة بالمؤكدات فذكر إن مع المعظم نفسه ودخول اللام لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا كل هذه مؤكدات دالة على أن الله عز وجل قد وعد عباده بنصرهم بنصر رسله ونصر أتبعهم لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فوعد الله عز وجل بنصر المؤمنين الرسل وأتباعهم فقال والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يعني اعتذارهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار إذن وعد الله عز وجل المؤمنين بنصرهم وبنصر رسلي في الحياة الدنيا ويوم يقوموا الأشهد أما يوم يقوموا الأشهد يوم القيامة فهذا واضح وظاهر لأن الله يدخل أهل النار المكذبين النار ويدخل المؤمنين الجنة وذلك غاية النصر والفوز والفلح لكن النصر في الدنيا كيف يكون وهناك من الأنبياء من قتل وهناك من الأنبياء من أوذي وهناك من المؤمنين من قتل وضيق عليه وحورب وفي تاريخ المسلمين هزائم كثيرة هزموا من أعدائهم ولهذا وقع إشكال عند بعض المفسرين في فهم معنى النصر فقال بعضهم إن النصر هنا جاء بلفظ العموم وأريد به البعض دون البعض يعني إنا لا ننصر الرسل والذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني بعضهم فينصروا بعض ولا ينصروا بعض لكن هذا الأمر يشكل عليه قوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة ففي الآخرة نحن كل الأهل العلم يتفقون على أنها كل أهل الإمام منصرون فكيف تجعل النصر تفرق تقول في الدنيا لا بعضهم وفي الآخرة كلهم مع أن الآية ليس فيها هذا التفرق سبب هذا القول فهم حقيقة النصر النصر قد يكون نصرا حسيا وقد يكون نصرا معنويا فأما النصر الحسي فهو الظهور والغلبة على الأعداء بأن يظهر الدين وأن يتم وأن يغلب الأعداء هذا نصر حسي وأما النصر المعنوي فهو ظهور الحق والعلو على أهل الباطل فيه واستبانته وظهور معالمه ومعرفة الناس أن هذا الحق وأن هذا ضلال عندئذ يكون هذا نوع من أنواع النصر فقد يكون النصر حسيا وقد يكون وقد يكون معنويا وكل منهما نصر وأحدهما لم يخل منه نبي أو رسول أو مؤمن لأننا إما أن نصر حسيا في ساحة الوغى أو أن نصر بأن يظهر الحق الذي معنا لأننا معنا الحق ومهما جادلنا الناس وأرادوا الصد فإنهم لا يستطيعون لأن الحق أبلج والباطل لجلج نكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبداً صادقاً مؤمناً أن تتوجه لغير ربك